على العموم مشاهدين الاتصالات والمناشدات كثرة من الأخوة أصحاب الدراجات النارية بسبب موضوع التسجيل وعدم التسجيل فجبنا لكم الآن تصريح من اللواء زياد القيسي المتحدث باسم مديرية المرور العامة حتى تكونوا بالصورة الأخوة أصحاب الدراجات المناشدات اللي وصلت ورسائلكم في سبيل التمديد خلنشوف آخر المستجدات وآخر القرارات الصادرة من مديرية المرور العامة فيما يخص الدراجات النارية والقوانين اللي استحدثت بخصوص ترقيمها خلن تابع أخواني الأعزاء أصحاب الدراجات من قبل سنتين سنتين ونص احنا ندعو أصحاب الدراجات أنه يسجدون دراجاتهم وبالتالي جتنا مناشدات للسيد معالي وزير الداخلية للسيد مدير المرور العام أنه الرسوم عالية سيد مدير المرور العام كتب للسيد الوزير وسيد الوزير بيدي استحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم على تخفيض الرسوم للنص وهم قسم من أصحاب الدراجات عسفة وعن التسجيل مددنا المدة ثلاثة شهر وقسم عسفة وعن التسجيل ورجعنا مددناها شهرين وناشدونة من وقفناها وقلنا آخر يوم هل قد هم ناشدونة وقالوا ما عدنا وإحنا على باب الله وكذا ومثل ما تعرفون إحنا نعمل عمل إنساني وهاي الشريحة شريحة الشباب شريحة الكادحة مهتم بها سيد الوزير وسيد مدير المرور العام وكنا إحنا نهتم بشريحة الشباب بدليل إنه شرطة العقود من المرور دي نضمون السير والمرور حاليا شباب 18 و19 و20 سنة أعمارهم إذن إحنا اليوم ده ندعم الشباب قرار مجلس الوزراء المؤقر بإيقاف تسجيل الدراجات يوم 31.12.2023 هذا قرار ملزم إلى مديرية المرور العامة أن يتم تنفيذه إحنا نفذنا القرار الجزء الآخر من القرار أخواني هو منع استيراد الأدوات الاحتياطية للدراجات ومنع استيراد الدراجات بكافة أنواعها ومنع إعطاء أي إجازة لمصنع داخل العراق أو خط إنتاجي داخل العراق أو خارج العراق وبالتالي ندعوكم دعوة من مديرية المرور العامة لكافة أصحاب الدراجات اللي ممرقهم ومراجع المرور لا يطلع بالدراجة لأن اللي يطلع بالدراجة يلقون القبض عليها وتصادر انتبهوا أخواني نتمنى منعدكم تسمعون هذا النداء وهذه الدعوة وتأخذوها على محمل